السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد في مادة الرياضيات موضوع حصتنا اليوم ماماس دائر سنتعرف على ما يلي أولاً أوضاع النسبية لدائرة ومستقيم ثانياً تعريف ماماس دائرة ثالثاً خاصيات رابعاً إنشاء ماماس دائرة في نقطة وبدايةً نتابع هذا التذكير الدائرة السي التي مركزها O وشعاعها R هي مجموعة النقط M من المستوى التي تبعد عن مركز الدائرة O بمسافة تساوي R D مستقيم و-A نقطة خارجة و-S المسقط العمودي للنقطة A على الدين المسافة A-S هي المسافة بين النقطة A والمستقيم الدين المسافة A-S هي أصغر مسافة بين A وبين أي نقطة من الدين تخالف النقطة A الحالة الأولى الدائرة C والمستقيم D لا يشتركان في أي نقطة الحالة الثانية المستقيم D يقطع الدائرة C في نقطة وحيدة والحالة الثالثة المستقيم D يقطع الدائرة C في نقطتين مختلفتين في حالة المستقيم D يقطع الدائرة C في نقطة وحيدة مثلاً النقطة A المستقيم D يسمى مماثاً للدائرة C في النقطة A ليكون المستقيم D مماثاً للدائرة C التي مركزها O في النقطة A نلاحظ عند استعمال الكوس أن المستقيم D عمود على A بحيث طول القطعة A هو شعاع الدائرة C نستنتج الخاصية الأولى وهي إذا كان المستقيم D مماثاً للدائرة C في أحد نقطة A فإنه يكون عمودياً على حامل الشعاع O نعتبر دائرة مركزها O وA نقطة سنسمي إليها D مستقيم عمودي على الشعاع O في النقطة A إذن المسقط العمودي للنقطة O على المستقيم D هي النقطة A أي المسافة بين النقطة O والمستقيم D هي O وبالتالي المسافة O هي أصغر مسافة بين النقطة O وبين أي نقطة M من المستقيم D تخالف النقطة A وبما أن O هو شعاع الدائرة C فإن النقطة M لا تنتمي إلى هذه الدائرة وبالتالي النقطة الوحيدة التي تنتمي إلى الدائرة C والمستقيم D هي النقطة A وعليه فإن المستقيم D مماس للدائرة C في النقطة A وبالتالي نستنتج الخاصية الثانية إذا كان المستقيم D عمودياً على حامل الشعاع O في النقطة A فإن D هو المماس للدائرة C في النقطة A أولاً ننشئ النقطة A مماثلة O بالنسبة للنقطة A ثانياً ننشئ واسط القطعة O إذن واسط القطعة المحصل عليه هو المستقيم D المماس للدائرة C في النقطة A أعزائي التلاميذ إلى اللقاء في شريط آخر مع درس آخر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 شكرا